العوافي كان ليفت اليوم بجلسات السقة كلام الرئيس سعد الحريري عن اهمية وزارة الشباب والرياضة وانو هالوزارة قريبا رح تصير وزارة سيادية لكن لحزب الله مطالب محقة بتتعلق بهالوزارة برأيه واسمحوا لي في نهاية كلمتي ان انوه بوزارة الشباب والرياضة وان اعيدكم بان وزارة الشباب سوف تصبح قريبا جدا وزارة سيادية برافو يا دولت الرئيس برافو عفوا دولت الرئيس لكن لكي تصبح وزارة الشباب وزارة سيادية الوزير محمد فنيش بحاجة لامكانيات اكبر شو بده بامره؟ بده مكتب باستراليا ومكتب باوروبا ومكتب بافريقيا ومكتب بشرق اسيا ومكتب بامريكا وبده ميزانية خاصة يقعد بكل مكتب شهرين ونص ولو شو هو كريستوف كولومبوس او ابن بطوطة؟ لشو بده كل هالمكاتب حول العالم؟ لا يتابع شؤون وزارة الشباب ليش بعد فيه شباب بلبنان؟ آه هه هو من قال اننا لا نمزح النايب خالد الظاهر اليوم كان مالج المجلس وشاغل الناس بسبب الكلام الي وجهه للنايب رياض رحل سكرت أمك يا خرفين ويا هبيلي إلى آخره كلمات خلته يربح شو؟ منشوف سوا وبكرة بشوفكم خالد مبروك يا خالد بنهاية هاليوم البرلمان الطويل الناس صوتو لك وربحت يا خالد مبروك ربحت؟ شو ربحت؟ اختاروك الناس إنك الأكثر تهزيبا ولسانك هو الأدفى عم تتمسخب علي دوت الرئيس؟ ما أنا اليوم قلت له لرياض رحال سكرت أمك وخراس يا خرفين ويا هبيلي بعرف بعرف والناس صوتو لك لأنك استعملت هالكلمات ومعملت مثل رياض رحال لما قال عن المتظاهرين من الحراك المدني شي بخلّة خرفين وهابيلي مهزة بيأثر من شي بخلّة ما هيك يا خالد؟ اه صحيح فإذا مبروك ألف مبروك قلق تاك ترجمة نانسي قنقر